يا إجماعة ترى ترين Get Buson ترين to buson هو الجزء الثاني مراجعاتي هناك وقيمت الثمانية من عشرة حبيت العامل العاطفي في الفيلم وتعلقت بالشخصيات بشكل عميق ويتأثرت بنهاية الفيلم وانا صراحة انتحمست يوم عرفت ان في جزء يديد اسمه بننسلا ويا جماعة الخير هالمراجعة يمكنكم فيها حرق على خفيف حك فيلم ترين تبوسان ولكن ما بحرق اي شي من فيلم بننسلا فسأولكم تشاي وخلونا نبدي السلام عليكم اذا تحبوا محتوى السنمائي والتلفزيون وعلى خفيف فيديو جيمز اشتركوا في قناتي وبعد فعل زر التنبيهات بننسلا هو فيلم اكشن ورعب واثارة ويصلح للناس اللي اعمارهم في 15 سنة لان الفيلم في مشاهد تذي عنف ودم وتقتل ولكن الفيلم ما في اي مشاهد اباحية من اخراج سانج هاويون وهو بعد اخرج الفيلم السابقة وساهم في كتابة الناس ومن بطولة دونج وون جانج جانج هون لي دو يون كيم ودور حدوث الفيلم بعد اربع سنوات من المصايب اللي صارت في فيلم ترين تبوسان ونشوف شونو صار في كوريا الجنوبية والدمار الشامل اللي صادها الدولة دي بسبب وباء الزومبي وللأمانة انا اكتشفت شي عقب ما خلصت هالفيلم اكتشفت اني افضل افضل ها قصص وافلام الزومبي ونهاية العالم اللي تعرض لنا المصيبة من البداية وشون الناس يحاولون يعيشون and how they will survive انا حب هالنوعية من افلام الزومبي اكثر من الافلام اللي تراوينا شونو صار عقب الواقعة او شونو صار عقب الابوكليبس وشون البشرية تغيرت ونشوف يعني في فئات معينة حق الناس لذلك انا حبيت ترين تبوسان وورلد وار زيد ودون اف تدد ولكن ترى في افلام حلوة ناقشت موضوع الاشياء للصير عقب الابوكليبس فيه شم من فيلم يعني صراحة عجبوني مثل 28 ويكس ليتر لاند اف تدد وآي ام لجند بس اكرر انا احب اتشوف بداية الكارثة انا تشذي انا هالكتشافت عقب ما اشفيت فيلم بننسلا لانهالنوعية من الافلام يكون فيها شخصيات متنوعة واحنا نتعلق فيها كمشاهدين وبعد نتأثر بفعالها وبعد نحط روحنا محلهم ونشوف شخصية معينة واحنا نحبها ونتعلق فيها عند هالشخصية دي تتحول زومبي وقلبنا يعورنا انا استمتع واتلذب بهالنوعية من الافلام ولكن فيلم بننسلا فاقد شي جدا مهم بالنسبة ليانا واللي عارفني بن زمان بيعارف شنو هالشي هالفيلم فاقد عامل القصة ثم القصة ثم القصة هالفيلم ما كان مفروض يساوونه ما يحتوي يساوونه لانه ما في قصة ما تشفت قصة عدلة في هالفيلم موضوع ان نشوف في العالم صار فاوضى وعفسة والناس صارين وحوش وذئاب بشرية صار شي مكرر وشفناه بشكل قوي في العديد من الافلام والمسلسلات والفيديو جيمز بعد يعني تم التبحر في هالنوعية من المواضيع فاثنى مشاهدتي حق بننسلا من اول خمسة وعشرين دقيقة ما اقتنعت بالاتجاه اللي راح يتخذ الفيلم فمن ناحية القصة الفيلم ما عجبني كلش وما بهرني حطي بولكم يا جماعة الخير انا شافيت ترين تبوسان قبل اشوف هالفيلم عشان اتذكر بعض الاشياء بعد قريش جو عالم الزومبي فانا حسيت منفصال واخراجيا هالمخرج هني صار متوسط في الفيلم ما عرف شنو صار عقب ترين تبوسان في وايد اخطاء اخراجية وما حبيت لون واضاءة الفيلم ما كان شي واقعي شلون مدينة شذي من دمرة ومهجورة وما فيها الا لون ضوء القمر تكون شذي من نورة والله حتى تشفون يعني الاضاءة النور مو كأنه في الليل وهالنوعين من الفيلم تحتاج ظلمة معينة والالوان كانت وايد فاتحة فأنا ما دخل في جو الزومبي الدموي بس لازم اكون عادل ترى فيه مشاهد اكشن مذهلة فيه مشاهد شذي فيها ملاحقات بالسيارات بتخلي عشاق The Fast and the Furious يستينون صج فيه مشاهد شذي اكشن بالسيارات روعة وفيه مشاهد اكشن جنونية ولكن ما فيه روح او ملامح الجزء الاول والمخرج كتب النص مع الكاتب وما كان فيه تطوير كافي للعديد من الشخصيات وللأمانة يمكن بس فيه تطوير حق شخصية البطل وحتى الحوارات في بعض المشاهد تافه بالنسبة ليانا وانا شخصيا اشوف كتاب النص ما تعمقوا في اشي معينة صارت في فيلم ترينت بوسان تذكرون بداية الفيلم يوم سائق شاحنة شذي يصطدم بغزال وبعدين نشوف ان هالغزال ذي تحول زومبي يعني هالوباء يصد الحيوانات فانا استغربت ان في هالجزء ذي ما شفنا اي حيوانات متحول للزومبي وحتى اذا الحيوانات تتحول على الهني ما فيه اكل شون الناس يأكلون شون الناس يعيشون تمنيت لو هالجزء ذي تكون قصته ثاني يوم عقب احداث ترينت بوسان يعني نشوف احداث داي تو فكان بيكون فيلم وايد عجيب بس كان من سنين طارنا حق هالفيلم ذي وطلع بننسلا شيء عادي الفيلم مبسيء ولكن مبجيد وشيء وايد مهم فيه افلام الزومبي والرعب هو الاحساس بالخطر وانا صراحة ما حزت بهالشيء وايد وفيه مشاهد ممتعة وكانت كول بس اكرر ما كان فيها العنصر الحماسي وبعد عنصر الخطر عنصر الدينجر فالمخرج موازن بين الدراما والأكشن وما عطاني الشخصيات اقدر تعلق فيها مثل الجزء القبلي وفيه عامل امريكية اضافته للفيلم اللي صراحة ما عجيبني وايد وبين المخرج اضافها للعامل اللي عشان سوي الفيلم عالمي وانا شفنا هي محاولة يعني فاشلة وبعد المخرج ما عصر الممثنين كفاية اول مرة شف فيلم كوري التمثيل متوسط ما انا ترى ما شفتك الافلام الكورية بس الافلام اللي شفتها تكلمت عنها وذكرت لكم في قوائمي التمثيل خرافي في فننسلا تمثيل متوسط وما اي ولا شي من تمثيل الجزء السابق في نهاية المطافية جماعة هالفيلم فرصة ضائعة وما اخدم الجزء السابق خير شر ولكن اكرر ترى فيه مشاهد اكشن وايد ممتعة وتم تصميمها بشكل رائع ومبهر ولو اصف لكم هالفيلم جملة واحدة باقول شكل وستايل بدون جوهر تقييمي الشخصي خمسة ونصف من عشرة وتشوفوا هالفيلم يمكن يعجبكم هيا جماعة الخير شو رائعكم في الفيلم شم تقييمكم من عشرة وشم تقييمكم حق فيلم ترين تبوسان وهل شفتوا فيلم سيول ستيشن الفيلم الانيميشن كتبوا رأيكم في قسم التعليقات واذا حبيت هالفيديو دي ضقونا لايك وشير وسبسكرايب وفالووا بعد عن استجرام ولا تويتر يلا يا جماعة نشوفكم على خير